عوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع ما يصبر قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصحبني قد بلغت من لدني عذر فانطلق حتى إذا أتيا أهل القرية استضع ما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدار يريد أن ينقب فأقامه قال لا شئت لاتخذت علي أجرا قال هذا فرق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستضع عليه الصبر أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها فكان وراءهم ملك يأخذ كل السفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما بغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكادا وأقرب رحما وأما الجدال فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان دحته كنز لهما وكان أبوهما شالحا فأراد ربك أن يبلغوا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمدا من ربك وما فعلته عن أمره ذلك تأويل ما لم تستضع عليه الصبرا ويسألونك عن ذلك القرنين قل سألو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتمع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدا وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذبا إما أن تتخذ فيهم هسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نكرا وأما من أمنه وعمل صالحا فله جزاء هسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مضلع الشمس وجدها تضلوا على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحضنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقون قولا قالوا يا ذا القرنين إنا يأجوجا ومأجوجا مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردم آتوني زبرا حديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال ما فوقوا حتى إذا جعله نار قال آتوني أفرغ عليه قترا فما استطعوا أن يظهروا وما استطعوا له نقبا قال هذا رحمد من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله داكا وكان وعد ربي حقا ودركنا بعضهم يومئذ يموجوا في بعض ونفخ في السور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضان الذين كانت آيونهم في غضاء في عضاء عن ذكر وكانوا لا يستطيعون سمعه أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إن عددنا جهنم الكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيوهم في الحياة الدنيا وهم يعسبون أنهم يحسنون شنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائي فحبضت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي وزوا إن الذين آمنوا عمل الصالحة كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدنا فيها لا يبعوغون عنها ولا قل لو كان بغر مدادا لكلماذ ربي لنفيد البحر قد قبل أن دنفد كلماذ ربي ولو جئنا بمثلي مددا قل إنما أنا وشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عنصاد ذكر رحمته ربك عبده الذكرية إذ نادى ربه نداء خفية قال ربي إني وهنا العذم مني واشدع للرأس شعبا ولم أكن بدعائك ربي الشقية وإني خفض الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آلي عقوبة واجعله ربي ربيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه حي يا لم نجعل له من قبل سميا قال ربي أنا يكون لي غلام وكان ذنب رأتي عاقرة وقد بلغت منك بريعتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال ربي قال ربي اجعل لي آية قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية فخرج على قومه من المهراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكردا وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الهكم الصبيا وحنانا من لدنا وزكا وكانت دقيا وبرا بماء بوالديه ولم يكن جبارا عسيا وسلام علي يوم يولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم ذي انتبذت من أهلها مكانها شرقيا فاتخذ من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا وقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت ثقيا قالا إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أتى أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغي أكو بقيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آجدا للناس ورحمدا منا وكان أمرا مقضيا وحملته فانتبذت به مكانا قسيا فأجاها فأجاها مخاب إلى جذغ النخلة قال يليتني مت قبلك قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنداها من تحتها ألا تعزني قد جعل ربك تكسريا ووزي إليك بجدع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقر عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرد للرحمن يصعفا فلن أكلم اليوم إنسيا فآتت به قومها تحملها قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارونا ما كان أبوك امرأة وما كانت أمك بغية وأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد السبية قال إني عبد الله آتاني لكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا فبرم بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان له أي دخل من ولد سبحانه إذا قضى أمره فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا سرب مصدقم فاختلف الأهزاب من بينهم فبيل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبشر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنظرهم يوم حسر إذا قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نريص الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صدق النبي إذ قال لأبي يا أبد لم تعبد ما لا يسمى ولا يبشر ولا يخني عنك شيئا يا أبد إني قياءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني آتك شرطه مسويا يا أبد لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عشيا يا أبد إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراخب أنت عن إيالهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية وعد زلكم وما تدعون من دون الله وعده ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا فلما عدد لهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويقوب وقل لن جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا واجعلنا لهم لسان صدق عليا وذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلص وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الضور الأيمن من جانب الضور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارو النبيا وذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربي مرضيا وذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديق النبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين عنعم الله وليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وجذبينا إذا تسل عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وأمنوا وعملوا صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن ملة وعد الرحمن عباده بلا غيب إنه كان وعد مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلما ولهم رزقهم فيها بكردا وأشيا تذك لجنة الذين ورثوا من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوة والأرض وما بينهما فعبده واستطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكو شيئا فوربك لتعشرنه لنعشرنهم وشعبان ظهما لنغذرنهم حول جهنم جسيا ثم لنعزر عنا من كل شعاد أيهم أشد على الرحمن غنيا ثم لنهن أعلم بالذين هم أولى بها سلية وإن منكم إلا واردها كان على ربي حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها حتيا وإذا تسل عليهم آياتنا بيناد قال الذين كفروا للذين آمنوا أيها فريقين خير مقاما وعسنا نديا وكم أهلكنا قبلنا من قرن هم أهسن أثاذا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمتد له الرحمن مدى حتى إذا رؤوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جد جدا ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والباقيات الصالحات وخير عند ربك ثواب وخير من ردا فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتينا مالا وولدا أضل على خيب أم اتخذ أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدى ونرسه ما يقول ويأتينا فردا وتخذوا من دون الله آله أم اتخذ ليكونوا لهم عزا كلا فيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضبا ألم تر أن أرسلنا الشعاطين على كافرين تأذهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعذ لهم عدا يوم نشرم المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعد إلا من اتخذ عند الرحمن عدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إذ إدى تقاد السماوات يتفضلن منه وتنشق الأرب ودحر جبال هدا أندعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل ما في السماوات والأرب إلا آت الرحمن عبدا لقد أخصاهم عداهم حدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا عمل الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنظر به قوما ود وكم أهلكنا قبلهم من قر هذا حس منهم من أحد أو تسمع لهم رقز بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لا تشقى إلا تذكر ذا لمن يهشى لا أنزل من من خلق الأرب والسماوات والعلا الرحمن على العرش الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى لهما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت سرع تستح تسرع وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا له الأسماء الخسنى وهل أتىك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقاب أو أجدوا على النار هدى فلما أتاها نوديا نوديا يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالواد المقدس يتطور وأنا اخترتك فاستمع لما يحا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوني وأقوم الصلاة لذكري إن الساعدة دياد أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يسدنك عنها لا يؤمن بها واتبعها وهو فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاعي أتوكأ عليها وأهش بها على غنم ولي فيها مآرب أخرى قال ألقيها يا موسى فألقاها فإذا هي حيات تسعى قال أخذها ولا تخلف قال أخذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وضأس يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من خير سوء آيات أخرى لنريك من آياتنا كبرى اذهب إلى فرعون إنه بغى قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي هارون أخي شدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال لقد أوتيت سؤالك يا موسى ولقد منن عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أني قضيفي في التابوت فاقضيفي في اليم فاليقحر يأخذ عدو لي وعدلوه وعدوله وألقيت عليك مجلدا مني لتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كيدقر علي عينها ولطزا وقتلت نفسا فنجيناك من الغبي وفتناك قتنا فلبيت سنين في أهلي مديا ثم جئنا على قدري يا موسى وأصطعناك لنفسي إذهب أنت أخوه بآياتي ولا تنيا في ذكره إذهبا إلى فرعون إنه بغى فقولا له قولا لبي لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرض علينا أو أن يضغى قال لا تخافا إنني ماكما أسمى وأرى فأتياه فقولوا إنا رسول ربك إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم واجي إنك بآيات من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوهي إلينا أن العذاب على وكذب يتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعضى كل شيء خلق ثم هدا قال فما بال القروة للأولى قال علمها عند ربي في كتب لا يضل ربي ولا ينسى وأن كلوا كلوا ورعوا أنوامكم إن في ذلك الآية لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيموا نعيدكم فمنها نخرجكم تارذا الأخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب أبا قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسعرك يا موسى فلنأتي أنك بسعر مثلي فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نهن ولا أنت مكانا سوى قال ما وعدكم يوم الزينة يوم الزينة وأن يخرش وأن يهشر الناس بحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فازجسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النشوى قالوا إن هذاني لسحراني يريداني أن يخرجاكم من أرضكم أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المصلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا بصفا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعيشيهم يخيلوا إليه من سحرهم أن تسعى فأوجس في نفسه حفدا موسى قلنا لا نخف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك تلقف ما شنوا إنما شنوا كيد ساحر ولا يفله الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون موسى قال أمنتم له قبل أن آذان لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقضعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جدوع النخر ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قال لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فبرنا فقضي ما أنت قاب إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا حضايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن لو جهنم لا يموت فيها ولا يحيا وما يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدنا فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوهينا إلى موسى أن أسري بعبادي فضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنودي فغشيهم من اليمي ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمنى ونزلنا عليكم من وسلوى كل من ضيبات ما رزقناكم ولا تبغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل علي غضبي فقد هوا فإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل شعالها ثم اهتدى وما أجلك من عن قومك يا موسى قال هم أولئك قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنك قدفتن قومك من بعدك وأضلهم السامري وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قام ألم يعدكم ربكم وعدا وعدا حسنا أفضل عليكم الأهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم وأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بماكنا ولكن حملنا أوزار من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم جسادا له خوارا فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيه أفلا يعرون أن لا يرجوا إليهم قولا ولا يملك لهم ضر ولا نفع ولقد قال لهم هارون من قبلوا يا قوم إنما قفنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأضيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجوا إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعون أفعى سيد أمري قال يا ابن أم لا تأخذوا بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي قال فما خضبك يا سامري قال بشرت بما لم يبشر به فقبضت من أثر الرسول فنابضتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلف وانظر إلى إلهك الذي ذلت عليه عاكفا لنهرقنه ثم لننصفنه في اليمن أسفا إنما إلهكم هو الذي لا إله إلاه وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا ومن أعرض عنه فإنه يعمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم وإنه يعمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونخشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نهن أعلم بما يقولون إذا يقول أمثلهم طريقا إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعد الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تغفع الشفاعد إلا من أدن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحبون به علمات وعناد الوجوه للحي للحي القيوم وقد خاب من همل ذلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ذلما ولا حضما وكذلك أمزلناه قرآن عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يهدث لهم ذكرى فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبلي أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما ولقد أعهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذا قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تهرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه شعبان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما ثوآتهما وضفقا يعفي يخشفان عليهما من وراء للحجنة عشا آدم ربه فغفا ثم اجتباه ربه فتب عليه وهدا قال اهبطا من جميعا مرضكم لبعض عدو فإما يأتينكم من يودهم هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى فمن أعرض عن ذكري فإن له معيش دنبا كون شروع يوم القيامة أعمى قال رب لمحاشرتني أعمى وقد كنت بشيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم وكذلك اليوم تمسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآية ربه والعذاب الأخرض أشض وأبقى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشونا في مساكنهم إن في ذلك لا يدلئ لأولنها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان الرزام وأجدل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وضرف النهر لعلك دربا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زرد الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزقهم ربك خيرا وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واستقابر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقب ذل التقوى وقالوا ولولا يأتينا بآيات من ربه أولم تأتيهم بينات ما في الشغف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله ولقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فتتبع آياتك من قبل أن دل ونخزى قل كل متربصوا فتربصوا فستعلمون من أسحاب الشراب من أسحاب الشراب الصوي ومن اهتدى صدق الله العديم ومن أسحاب الشراب الصوي ومن أسحاب الشراب الصوي ترجمة نانسي قنقر